الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد درد على وسيم يوسف الداعي السفيه شيخ النساوين يطعن في حديث المرأة عورة وهو حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحديث ده قال إنه ده فكر قذر جدا وهو المرأة عورة ده فكر قذر قال لقد قلت لبيت أمان مسجد كان المسجد يحمل فكر قدر من التشدد اللي قامين على المسجد وليس المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد ضرار فالقامين على المسجد كان يحملون فكر قدر جدا المرأة عورا المرأة كذا المرأة كذا يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عند المدعو وسيم يوسف يعطبر فكر مادي نزل من السماء فكر كانه فكر فيه الرسول أو فكر فيه أحد من البشر دون الرسول صلى الله عليه وسلم جابه من رأسه وده نفس كلام المشركين لما كانوا يقولوا إنما يعلمه بشر نفس الكلام اللي بيقوله يسمونه في ذلك فكلمة إنه يسمي دين الرسول وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكر من الأفكار بل مناسبة أخطر كلام وزيه في الخطورة زي الناس اللي بيسموا الدين فكري يقول لك الفكر الإسلامي أو يقول لك ده المفكر الإسلامي ده كلام من أبطل الباطل وما بحاج يسم فكر إسلامي ده شبهات جابوا لإخوان المسلمين وسيم يوسف واحد منهم اتلقى الكلام ده منهم طيب بعد ذا قال ده فكر قذر جدا بتاع المرأة عورة قذر قال قذر انت لأنه قال المرأة عورة يا وسيم ده الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان انت بتصف الرسول بل قذارة وإنه كلامه قذر فانت القذر يا وسيم انت القذر والسفي عرفت ليه لأنه ذكى لم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح النبي عليه الصلاة وهو في مسند الإمام أحمد وصحى الألبان في السلسلة الصحيحة برغم 2688 ونص الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وإن إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ورواه الطبراني في الأوسط وصحوا الألباني في السلسلة الصحيحة أحاديث صحيح ما فيه أي خبر لكن وسيم يوسف بيطعم في مثل هذا الحديث اللي بيقولها المرأة عورة لأنه ذا يتقرب للنساويين أكتر وأكتر عنه عجباه أنه تضرب له وتقولها بيحبك شديد وديتقول له الله يا أخي أنا ما قعد أن نوم إلا أشوفك وأسمع ليك وحتى الرجل يتطور بيقول لما يقول للمرأة الفلانية بتحبك يرسل قبلة في الهواء والوسائق موجودة فيديو صورة وصوته سيم يوسف يغمس بعينه ويقبل المرأة في الهواء أنا ما أعرف أي سفاهة المسلمين داري انتظروها بعد دم مثل هذا الرجل وأمثاله وأشكاله وبرضو في ناس يحضروا له وزول يقول كلام الرسول فكر قذر وزول يلعب بأعراضكم أعراض المسلمين وناس يقول لكم الله يا أخي استفتتت الشيخ واسم ده شيخ طيب الصعلوق يكون كيف أنا داري أعرف إذا كان ده الشيخ وروني التعريف الصعلوق المجرم السفي قال إلى الأدب حيكون كيف وأنا متأكد حقيقة ناس مجرمين يقول لك لا ليه تنبزوا زول قال كلام الرسول فكر قذر تقول ليه ما ما قول ليه انت قذر انتم تتكلموا كيف أتعجب من ناس يغضب للسفيدة واسم يوسف وما يغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو صلى الله وسلم مبارك على النبي نحمد